موسيقى النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر أنوان أهلا بكم شارك وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في أعمال منتدى عالمي حول الأمن الطاقوي والتنمية ننظم في إطار قمة صوت الجنوب بالهند وشهدت هذه الجلسة الافتراضية مشاركة وزراء الدول ومشاركة المسؤولين عبر الطاقة وكذا كبار المسؤولين في المجال الطاقوي والعالمي ومجموعة من الخبراء لمناقشة العديد من المواضيع الطاقوية لسيما ما يتعلق بضمان الوصول إلى مصادر الطاقة وتنميع وتسخير إمكانات الطاقة في العالم النامي والطاقة المتجددة ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن الأمن الطاقوي للجزائر يرتكز على تأمين التغطية التاقوية في البلاد على المدى الطويل وكذا المساهمة في أمن الطاقة العالمي النفط والغازي وغيرها لا سيما حيث الانضمام والاستقرار والموثقية ومن ناحية أخرى تطلق السيد عرقاب للبرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة الذي يهدف لتحقيق 15 جيجاوات بحلول عام 2035 مع استهداف الديزل وتروبينات الغاز في المواقع النفطي في الجنوب بكهرباء من مصادر متجددة كهروضوئية 1.3 جيجاوات إلى خبر آخر كدام مدير زبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد علي زبار أنه من الممكن اللجوء لاستخدام الريي التكملي لزراعة الحبوب من أجل مواجهة ندرة المياه والحفاظ على هذه الزراعة مؤكدا أن الوضع المائي لا ينظر بالخطر بالنسبة للحبوب وأضف قائلا في الموسم الفلاحي الماضي كان هناك نقص في تساقط الأمطار في شهر ديسمبر وجنفي كما سمحت الأمطار في شهري مارسي وأفريل بنمو الحبوب وضمان محصول جيد بأكثر من 40 مليون قنطار وأشار أيضا إلى أنه حسب توقعات التقسي انتظره طول الأمطار ابتداء من الخامس عشر جنفي الحالي ومن ناحية أخرى وخلال تطرقه إلى التحذيراتي لشهر رمضان 2023 أكد المسؤول توفر مخزون كافي من مختلف المنتوجات الزراعية مشيرا إلى أن الدولة قد أبت على تشكيل مخزونها الأمني من المنتوجات الغدائية كما أن هناك مخزون استراتيجي من البطاطا مقداره 40 ألف طن بالإضافة إلى المنتجات الزراعية للبيوت البلاستيكية المتوفرة بكميات كبيرة مشيرا إلى أن أهمية آلية البيع المباشرة لمكافحة المضاربة وتمكن المستهلكين من التموين بأسعار معقولة إلى خبر آخر سيتم تزويد 16 محطة تصفية قيد الإنجاز على المدى المتوسط بجهاز المعالجة الثلاثية الذي يسمح برفع القدرة المائية الموجهة لإعادة الاستعمال في مختلف القطاعات وفي هذا السياق أكد الديوان الوطني للتطهير مذكرا بتعليمة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون خلال آخر مجلس الوزراء المتعلقة بتنشيط وتفعيل كل مشاليع محطات تصفية المياه المستعملة من أجل استغلالها للري أن المياه الغير التقليدية على غيرال تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة التي تنتجها محطات تصفية تمثل حلولات لضرورة لضرورة الأمن المائي والغذائي وكذلك احتياجات التطور متعددة القطاعات خاصة قطاع الفلاحة والصناعة وأضاف النفس المصدر أنه تم وضع ترسانة تشريعية وتنظيمية ومعيارية من طرف السلطات العمومية لهذا الجانب من أجل تأطير وترقيته إعادة تدوير المياه المستعملة المصفات قدر قصد أقول لاستعمالات فلاحية والوقاية من المخاطر الصحية وحماية البيئة وسيضع هذا المدخول المائي في تصرف قطاع الفلاحة لإعادة استعمالات غير مقيدة في الفلاحة والتي من شأنها تغطية احتياجات الرين لمساحة فلاحية مفيدة تقدر ب160 ألف هكتار حسب الدوان وفي هذا الإطار كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجلد تبون قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء بوضع مخطط لتعميم محطة تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط السحلي للبلاد وإعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطة تصفية المياه المستعملة عبر الولايات وإدخالها قيد الاستغلال لاستخدامها في الري الفلاحي عبض المياه الجوفية إلى خبر آخر وقعت الوكدة الوطنية لنفايات بالجزائر العاصمة فقية شركة مع المحافظة للطاقة المتجددة والفعالية التقوية من أجل ضبط خطة عمل مشتركة خاصة باستغلال الغاز الحيوي الناتج عن النفايات وتهدف هذه الاتفاقية على وجه الخصوص إلى ترقية النشاطة المتعلقة بقطاع التتمين التقوي للنفايات وكذا ضبط خطة عمل مشتركة خاصة باستغلال الغاز الحيوي الناتج عن النفايات وكذا النفايات العضوية الصلبة الغير القابلة للتدوير كوقود الإنتاج والطاقة في سياق الاقتصاد الدائري وتنمية المستدمة وفقا للشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع ووفقا للسيد ياسع سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية تحيين خرائط موارد الطاقة من الكتلة العضوية بمعاية الوكالة الوطنية للنفايات بدوره يكد السيد ومان همية هذه الاتفاقية التي يجرى الاعداد لها منذ سنتين بغرض الاستغلال الامتل للنفايات وتحويلها إلى طاقة وأبرزت المسؤولة في ذات الإطار ضرورة الإسراع لتجسيد المشاريع التجريبية لاستغلال غاز الميتان لإنتاج الكهرباء إذ أن الإنتاج السنوي للنفايات يقدر بـ 11.1 مليون طن بينما تقدر تكاليف الأضرار البيئية السنوية نتجة عنها تفوق 127 مليار جزائرية مشاهدين طبيعيكم وورق نشاطنا لهذا الأسبوع نشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة